مش طبيعة جماعة القوة اللي بنشوفها في شخصية بوروتو بعد التايم سكيب اللي شوفناها في الفصل اللي فات كنا نفكرين ان كود و بوروتو هيعملوا قتال ملحمي وقوي نوعا ما ولكن شوفنا ان بوروتو بيهزق كود وان كل الكلام اللي شوفناها بس هو شوية حركات عشان يعرفوا لينا مدى القوة اللي وصل لها بوروتو بتشوفوا بيستخدم تقنية راسينجان جديدة اسمها راسينجان اوزوهيكو والتقنية دي مجنونة بتحير كود حرفيا ده غير ان في اخر فصل بتشوفوا حاجة مجنونة جدا بتوضح لنا ان بوروتو ممكن يكون عنده السيجي ستايل وممكن يكون تدرب مع كاجين كودشي ازايكم يا جماعة معاكم نرد الانامي حاجات كتيرة جدا حصلت في الفصل ده الصراحة هو ده اللي انا كنت مستنيه فصل جميل جدا حاسس ان الاحداث بقت سريعة وشوفت اللي انا كنت عايز اشوفه من شخصية بوروتو من جانب القوة فدلوقتي اتوقع كلنا متحمسين وعايزين نشوف بوروتو يظهر اكتر واكتر في القصة فعلا واضح ان الفصل اللي جايها هتكون جميلة جدا فعشان كده متساش تكون مشترك معانا عشان يصلك كل جديد عن مانجا بوروتو اول باول وعن اي حاجة مثيرة في عالم المانجا والانامي جوجيتسو كايسن هانتر هانتر وون بونش مان ماي هيرو اكاديميا بوروتو اي حاجة ان شاء الله هتعجبكم جدا في القناة دي ولكن كالعادة قبل ما نبدأ بالملاخص والمراجعة متساش تتعو الاخواتنا في فلسطين عشان كلنا عارفين اللي بيحصل حينيك فعلا ربنا يكون فانهم وما تصوش تصالوا عن نبي طبعا ويلا نبدأ على طول بنبدأ وبنكمل نفس احداثة الفصل اللي فات ساعة ما كان بوروتو كود واقفين وعمالين يهددوا بعض ويتكلموا مع بعض كتير جدا الفصل اللي فات بوروتو كان عمال يهدد كود وبيقولوا ان انا ممكن اموتك بسرعة وكل الكلام ده ولكن دلوقتي بيبدأ القتال فعلا فاول ما بوروتو كان متجه على كود كود كده بيعطي يفكر مع نفسه وبيتساءل عن التقنية اللي ظهرها بوروتو ومش عارف يحددها بالظبط بيعمل خطوط وراء بوروتو عشان يظهر وراء مرة واحدة كده ولكن بوروتو وهو واقف بس بيتفاداها وبيلف عشان يسدد عليه ضربة قوية كود بيصدها بايده الشمال وبايده اليمين بيمنع بوروتو من انه ياخد السيف بتاعه وبيقوله شكلك واثق جدا كده في قدراتك ولكن ايه الهدف لو انت مش قادر تضربني وتسدد اصلا ولكن بكل ثقة بوروتو بيقوله قلتلك قبل كده ان قتلك سهل جدا كود بيتصدم مرة واحدة وبيحس بحاجة غريبة في ايده الشمال حسس ان فيه حاجة متمسكة بيه ومش قادر يشوفها حاول ينسى الموضوع ولكن بوروتو بيهدده تاني وبيقوله تتهديدك الاخير بوروتو بيقوله لو ما خدنيش لموقع التين تيلس ساعتها هتهلق تماما فكوده طبعا عايز يتهزق اكتر وبيقوله اقتلني لو تقدر وبيهجم عليه هجم عبيطة كده ولكن بوروتو بكل بساطة عمال يتنقل بسرعة جدا كانه بيتنقل تنقل آني سرعته كبيرة جدا لدرجة ان كود بيدربه وبيتحرك في ثانية وبييجي وراه فعلا دي لقطات مجنونة جدا جماعة توضح لنا ان بوروتو في مستوى تاني خالص كود برضو بيتصدم تاني وبيتساءل عن التقنيات دي اول مرة يشوفها اصلا ولكن بوروتو بيضع حد للهبل اللي بيحصل ده بيقف قدامه مرة واحدة وبيضربه ضربة في بطنه وبيقول راسنجان اوزوهيكو في الضربة دي بيتشوفها ان بوروتو حوالي كده حاجات عمال والدور مش متأكد الصراحة لان مش شايفين بالالوان ممكن يكون ده الهوى اللي بيلف او ممكن يكون ده اللون الازرق بتاع الراسنجان اللي احنا عارفين وغالبا ده لونه ازرق فعلا كود طبعا بيصوت ومش بيصدق الدربة دي الا خلته ايه بعد لمسافة كبيرة بيقف مكانه والمسكين مفكر ان خلاص الدربة كده خلصت في اللحظة دي بقى بنشوف ان ديمون بيفصل لنا الدربة اللي شوفناها دي هو واخته هما شايفين كل حاجة ولكن ديمون بيقول ان التقنية دي بتستفيد من دوران الكوكب وكمان بيقول عنها ان هي مثيرة للاهتمام كود بيقف بعد الدربة دي وبروتو بيقوله الصراحة انا متفاجئ انك وقفت عادي كده ولكن مجرد ما بيقف تاني بيحس بدوران شديد جدا فبنشوفه بيقع على طول بالمنظر ده المسكين بيقوله انت عملت فيها ايه مش بصدق اللي بيحصله ولكن بروتو بيقوله اعتبارها ردة فعل من الكوكب اللي كل الوقت ده كنت بتحاول تدمره وبيفصل لنا التقنية دي اكتر بيقول ان الرسينجان دي استمدت تقنية الدوران من التشاكرا بتاعت الكوكب فده معناه ان التشاكرا اللي جوه جسم كودو اللي عمالت خليه يدوخ وتلف كده مش هتوقف غير لما يتوقف كوكب الان الصراحة واو تقنية مجنونة جدا ان بروتو يعملها في كل البساطة دي تخلي الكود يقع ويبقى خلاص مش بييده حاجة خالص فعلا عذاب شديد جدا بيحاول يقف تاني ولكن بيقع ومفيش فايدة خالص فبروتو بقى بكل ثقة بيقعد كده وبيهدده وبيقول له انا لو ما وقفتش الاوزو هيكو دلوقتي انت هتعد تنتظر موتك بكل هدوء ولكن لو قلتلي على مكان التين تيلز دلوقتي ساعتها اسيبك تعيش حياتك ففكر بحكمة ولكن في اللحظة دي بيدخل كواكي بكل برود وبروتو بينساحب على طول كواكي طبعا بييجي هو والشلة بتاعته عشان احنا عارفين ان هم مفكرين ان خلاص المأمة كنت بدلت كواكي ده ابن ناروتو وبروتو ده هو الخاين وكل اللعبة اللي احنا عارفينها دي الا بس هي مواري هي اللي بتندح على بروتو بتبصر له كده وبروتو بيتطمن عليها من بعيد لبعيد شيكا داي بيسأل بروتو بيقول له انت بتعمل ايه هنا وكنت بتكلم كود عن ايه فبيقول له احنا كنا بنتفاوض ما تسعجناش بس انت في اللحظة دي كود الخبيث بيستغل طبعا تشتيتي الانتباه ده بروتو بيقول لكواكي ابتعد عنه وما تستفزوش فبيرد عليه وبيقول له انت بتوجه الكلام ده المين انت عارف انك انت لما جيت هنا انت ممكن تموت صح فكود بيطلع نسخة من نسخ الوحوش بتاعته دي بيهجم على كواكي وبيقدر يختفي من خلالها الكل بيتصدم نوعا ما انه هو قدر يهرب بالسهولة دي وكواكي ما قادرش يعمل حاجة طبعا شكامارو بتوصل لكل الاخبار وبيقول مش بالضرورة ده معناه انه هرب خليكوا دلوقتي في مهمتكو انكوا تتخلصوا من المخالب اللي موجودة جوه القرية كواكي برضو بيقمرهم ان هما يروحوا عشان بيقول لدي ما افعله مع شخص ما وبيبص لبروتو بالمنظر ده في الفصل ده شفنا ان ببروتو بيحطم كود فمش بعيد نشوف الفصل اللي جاي بيحط على كواكي بشكل قاسي جدا في اللحظات دي بتشوف ان سردة بتحاول تحالل الشجر اللي طلعت مرة واحدة دي وبتقول ان هما اول ما ياكلوا تسو تسوكي بيتحولوا له شجر عارة طول فواضح ان دي غريز عندهم ان هما ياكلوا البشر بتقول ان هي مش عارفة معلومات كتير على الموضوع ولكن هي متأكدة ان المسكين اللي جوا ده لسه عايش في اللحظة دي بنرجع لكواكي وهو بيقول لبروتو مضت ثلاث سنوات هل تبناكل اوتيها بروتو بيقول شكلك كده لسه زي ما انت وما تغيرتش ولكن انا بيسرني ان هي مواري لسه كويسة كواكي بيسأله تاني بيقوله انت جيت لموطنك ليه انت عايز تموت هنا بسلام فبروتو بكل عقلانية والصراحة يا جماعة من اكتر حاجات اللي مخلياني بفعل الموجب بالشخصية بعد التايم سكيب هي الردود البردة واللي توضح لنا انه بروتو عائل جدا دلوقتي بيقوله بكل ثقة الموت في كونها شيء مسيء ولكن مش النهاردة وبيقوله انسحب يا كواكي عشان انت بتعترض طريقي ولكن كواكي طبعا بيرد عليه وبيقوله مش تعتقد انك انت اللي بتعتقد طريقي يا بروتو ولكن هنا بقى بتيجي اللحظة المجنونة جدا 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 بروتو هو باصص على كواكي كده بتشوف فيه ضفضع مستخبي داخل ملابسه وبيقوله انا تسللت كود رجع الى المقار بروتو بيسأله هل عثر على التين تيلس ولا لسه بنشوف كود وهو ماشي بالراحة برضه ولسه طبعا اثر الضربة هيفضل موجود فيه بيوصل الى مقر غريب كده وبتشوف ان فيه ضفضع برضه مستخبي داخل كود لغاية ما بيوصل لمقر التين تيلس وبنشوف المنظر المرعب والمفاجئ جدا ده الضفضع دي طبعا تسيب لنا تساؤلات كتيرة ما نعرفش هما ليه بيتباع بروتو ولكن احتمال كبير جدا ان بروتو دلوقتي متقن للسيج ستايل وطبعا لو حاجز كده فده معناه ان الثلاث سنين اللي فاته بروتو كان بيتدرب مع كاجين كوتشي الصراحة يا جماعة شخصية بروتو لسه وراها كلام كتير جدا جدا تساؤلات ونظريات بالهابل فين ساسكي دلوقتي ليه بروتو عنده السيف بتاع ساسكي ولبس ساسكي التقنيات الجديدة دي وتدرب مع مين وإيه اللي حصل في الثلاث سنوات فعلا انا دلوقتي قدر اقول انا متحمس ومتحمس جدا نشوف فلاش باك يرجع علينا الثلاث سنين دي ونشوف إيه اللي حصل فيها هل ساسكي دلوقتي ميت ولا إيه اللي حصل على فكرة ممكن يكون مات ونرجع نشوف إيه اللي حصل فعلا هل اتضرب فعلا مع كاشين كوتشي وإزاي تغير بروتو بقى شخصية عقلانية جدا جدا بالمنظر ده اعتقد دلوقتي قدر اقول ان شخصية بروتو بزبطت جدا ولكن ناقصنا بس اننا هنشوف إيه اللي حصل في الثلاث سنين دي وساعتها كل اللقطات اللي هنشوفوا فيها صدقوني صدقوني هتكون رهيبة جدا فصل جميل الصراحة أنا استمتعت بيه جدا فمستاني كل عراكم في الكومنتات ومتصوش اللايك لكومنت الضريف الاشتراك الكلام ده بيفرق جدا لو عايزت شوف اللي بيحصل فيه آخر فصل في مانجا بهاي هيرو أكاديميا ظروة الحرب بتحصل هناك ماتساش تشوف الفيديو ده أو شوف اللي بيحصل في الفصل الأخير من وان بانشمان والألغاز اللي عملت تكشف لينا بشكل غير مباشر شكرا لكم وكان معاكم نرد الأنمي